اشتركوا في القناة والسلام فهم يزعمون أن أهل الإسلام أهل ميل إلى النساء وشهوة النساء وهو في الحقيقة من أظلم الظلم للإسلام والمسلمين ولنبي هذا الدين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك أن حقيقة الأمر بالدليل وبالتعليل وبالمنقول وبالمعقول وبكذلك الشرع وبالعرف وبكل معنى من معاني الاستدلال يعلم أن الكفار من أبقع الناس في فتنة النساء وأن المسلمين من أحفظ الناس في فتنة النساء حتى لو سئل اليوم لو سئل اليوم كافر وأنصف من أبعد الناس عن فتنة النساء لقال لك أهل الإسلام لقال لك أهل الإسلام وأذكر أني ذهبت مرة دعوة إلى الصين فوجدت بعض إخواننا هناك يزاهم الله خيرا قائمين بالخير والدعوة فأخبرني أن من أسباب دعوة بعض الناس عفة أهل الإسلام من أسباب دخول بعض الناس في دين الإسلام عفة أهل الإسلام فإنهم يتعجبون من عفة أهل الإسلام كونهم أهل عفة فإنهم يقولون نتعجب كيف تستطيعون الصبر عن النساء لأنهم من أوقع الناس فتنة النساء أي الكفار ربما الواحد منهم في الأسبوع الواحد يمر على أكثر من عشر نسوة على أكثر من عشر يعني أكثر من أيام الأسبوع فهم لا يبالون بحلال أو حرام ولا يبالون بنكاح ولا يبالون حتى بود الخيانات واقعة حتى مع الخلان هم يتخذون الخلة المحرمة ومع ذلك لا يفي بعضهم لبعض حتى في تلك الخلة فهم من أسقط الناس في فتنة النساء أما أهل الناس أما أهل الإسلام فهم أعف الناس في فتنة النساء ولما كان ربنا الحكيم العليم سبحانه وتعالى علم أن الرجال قد لا تكفيهم امرأة واحدة وهذا الحكم لأنه عام ليس الحكم لأجل رجل قد تكفيه لكنه عام أحل سبحانه وتعالى للرجال أن ينكحوا ما تكف به شهوتهم وتنقضي به مصالحهم وهكذا كذلك يكون به الستر على النساء فإنهن أكثر من الرجال وغير ذلك من المصالح أحل النكاح مثنى وثلاث ورباع قال العلماء وقف العدد عند الأربع لأن الله الحكيم علم أن الزيادة على الأربع لا يكون فيه إمكان العدل الغالب أن الزيادة على الأربع لا يكون معه إمكان العدل فتوقف عند الأربع والغالب أن الرجال تكفيه الواحدة والإثنتين فالزيادة على ذلك فهو زيادة فضل كونه يجد ثالثة ورابعة فهذا زيادة فضل ولهذا نرى أكثر الناس يكتفون بكم بواحدة ومن زاد فاثنتين ونادرا ما يكون ماذا ثلاثة أربع وقد يكون لمصلحة قد لا يكون لأجل رغبته بالنساء قد يتزوج لأنه يريد أن يعف قريبة أو يريد أن ينال بهذه مصلحة أو غير ذلك فأحل هذا الدين ذلك وأيهما أفضل بالمنقول والمعقول وبالشرع وبالعرف وبكذلك الدليل والتعليل كون الإنسان مسلما كان أو كافرا يحفظ نفسه ويعف نفسه بنكاح صحيح محفوظ عن الشذودات بأربع نسوة أم يزعم أنه يتزوج واحدة ثم في كل أسبوع له أكثر من عشر نسوة أيهما أصوب بكل معاني المقاييس لا شك من أنصف نفسه سيقول هذا هو الصواب كونه يعطى لهذا الإنسان ما يوافق حاجته وفطرته خير من أن يكذب على نفسه وهذا هو الواقع الكفار يحدون قوانين ممنوع التعدد وفي الحقيقة هم يتعددون أو لا يتعددون هم يتعددون حتى أن دور البغاء صارت مصرحة والنساء معروضات مثل ثماثيل في بعض الدول تجلس المرأة كما خلقها الله أعزكم الله معروضة في الزجاج بالساعات في الشوارع يمشي الإنسان في الشارع فيستحي أن يرفع رأسه مما يرى في هذه الزجاجات صارت النساء سلعة سلعة يستمتع بها هذا ساعة وذاك ساعة وذاك ساعة غير ما يقع في الاختلاط والمجتمعات الساقطة التي تبتلى بها مجتمعات الكفار فلا شك أن هذا الذي عليه أهل الإسلام هو بكل معاني العقل والشرع والعرف وغير ذلك هو الحق الذي ينبغي المصير إليه ثم ما قيل في حق نبينا عليه الصلاة والسلام فيقال نبينا عليه الصلاة والسلام تزوج تسع لمصالح عظيمة من هذه المصالح أنه عليه الصلاة والسلام معلم هذه الأمة والناس يحتاجون من العلم مما يخرج من النساء كما يحتاجون من العلم ما يخرج من الرجال فلذلك شرع الله عز وجل له ذلك وأعانه على ذلك وأعانه على ذلك وإلا فهي في الحقيقة مسؤولية عظيمة مسؤولية عظيمة ومسألة ليست سهلة لكن كان فيها مصالح ومما يؤيد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا تتبع في أنكحته فإنه لم يتزوج بكرا إلا واحدة وهي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وبقية النساء تزوجهن ثيبات ومع ذلك كل واحد لها قصة من رأى قصتها وتأمل وتدبر أمر نكاحها علم أن في ذلك مصلحة عظيمة للإسلام والمسلمين فرب واحدة تزوجها كان زواجها سبب إسلام قومها ورب واحدة تزوجها كان كذلك سببا في إيقاف حرب وغير ذلك من المعاني الكثيرة لمن تتبع سيرته عليه الصلاة والسلام ومهما يكون من شيء من عنده أكثر من ألف امرأة فأين التسع مع الألف فإذا قالوا نحن نجيب عن هذا بجواب فيقال ما أجبتم من جواب فهو حق يجاب بمثله وأولى منه في حق نبينا عليه الصلاة والسلام بل لا يوجد اليوم إلا ما شد وندر رجل من رجال الكفار المعظمين إلا وله لوثة في هذا الباب فإنهم لا يسلمون من الوقوع في هذا الباب وهو السقوط في فتنة النساء ولكن هل هو بأربع أو بتسع الجواب أكثر من ذلك بكثير لو سئل أدنى كافر أدنى كافر يعني أقلهم شرا إلا ما ندر وشد ويعتبرون الخارج عن هذا مريض يذهب به إلى الأمراض النفسية يسأل أدنى كافر كم عرفت امرأة في حياتك ربما ما يستطيع يعد ربما ما يستطيع أن يعد كم النساء التي عرفهن في حياته بل لو سئلت طالبة أو طالب في الجامعة كم عرفت من النساء أو كم عرفت من الرجال وكم عرفت من النساء لم استطاع أن يعد الكثير منهم ما يستطيع أن يعد فضلا أن يجعم أنه انحصر بعدد معين فضلا أن يجعم أنه حصر بعدد معين بل ربما وصل بهم الأمر أنهم يذهبون بالبنت إذا بلغت سن البلوغ ولم يقع منها هذا الشدود والانحراف عند طبيب الأمراض النفسية لماذا؟ لأنها ليس لها عشاق ولأنها لم تسلق طريق الرذيلة فهي بهذا شاذة وهي بهذا مريضة تحتاج إلى علاج نفسي وهكذا جلسات نفسية حتى تصير طبيعية ما هو كونها طبيعية؟ كونها تسلق طريق الرذيلة وتتخذ لها عشاق ولو في كل يوم عاشق ولو في كل أسبوع رجل هذا معيار الاعتدال في إنسانية الإنسان عندهم وهو في الحقيقة حقيقة الانحراف ولهذا لما وقعوا في هذا ابتلاهم الله بالأسقام والأمراض التي لم تكن في من سبقهم كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث بن عمر وابن عباس أن الفاحشة ما ظهرت ولا فشت في قوم إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأمراض ما لم يكن في أسلافهم فهذا قليل من كثير وتنبيه اقتضاه المقام فيما يتعلق بهذا الحديث وإلى هنا والله تعالى أعلم